يقول السائل عندنا أحد الأشخاص يقوم بإعطاء الناس قروض تصل إلى 40 أو 70 ألفا لأنه يقول بذلك مقابل رهن المنزل أو المحل لا يجوز القارض اللي يقصد منه النافع من المقترض برهن بيته من أجل أن يستغل البيت ويسكن فيه أما إذا كان الرهن مجرد توثيق فقط يقرضه مبلغا من المال ويرهن عنده البيت من باب الوثيقة فقط ألا بس أما إن كان قصده استثمر البيت فهذا قرض جرى نفعا وهو ربا